قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هذا كان يوم حمراء الأسد وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين أي يوم أحد كروا راجعين إلى بلادهم فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرحة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم سبعون رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير قال ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث وهذا السياق غريب جدا فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدا وكانوا سبعمائة قتل منهم سبعون وبقي الباقون والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي لأن معنى قولها فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون وموقع حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة أميال من المدينة